يصادف اليوم الخميس مهرجان قوارب تنين أو مهرجان دونو في الصين وهو أحد المهرجانات صينية تقليدية الأكثر أهمية ولذي يحتفل به صينيون سنوياً في القامس من الشهر الخامس من تقويم القمر الصيني من أهم الأنشطة المقامة خلال مهرجان قوارب التنين سباقات قوارب التنين وتقود الفرق المتنفسة قوارب التنين الملونة إلى الأمام على إقاع قرع الطبول وأساس هذا المهرجان يعود إلى قصة الصيادين الذين تسابقوا لينقاض الشاعر الصيني تشو يوين والذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وهو ينتمي إلى مملكة تشو خلال عهد الممالك المتحاربة وقد ألقى بنفسه في النار ومنذ ذلك الحين يحتفل الناس بأكل فطائر الأرز المعروفة باسم جونز إذ قام الناس حين رمى شاعر بنفسه في النهر برمي هذه الكعكة للأسماك لتأكلها عوضاً من أكله هو الجدير بذكر أن الحشرات تنشط خلال هذا الموسم فيضع الناس أوراق البنب وعصية القصب على الأبواب والنوافذ لمنع تلك الحشرات من الدخول إلى المنازل